موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مش شايماء سيد من مدرسة أجيال مصر إن شاء الله هتدرس لكم اللغة العربية للصف الأول الابتدائي مرحبا بكم تعالوا بينا نشوف معنا النهاردة درسنا بيتكلم عن إيه درسنا هيكون عن المفرد والجمع أول حاجة هنتكلم عنها تعريف المفرد تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه مفرد المفرد هو ما يدل على شيء واحد طيب يعني إيه الكلام ده تعالوا نشوفه في المثال مثال قلم أو مدرسة طيب يعني إيه قلم؟ قلم واحد كده أنا بيدل على شيء إيه؟ واحد طيب ومدرسة يعني مدرسة واحدة ده بيدل برضو على شيء إيه؟ واحد يبقى المفرد هو ما يدل على شيء واحد تعالوا نتعرف مع بعض على تعريف المسنة قبل ما ندخل للجمع لازم نعرف يعني إيه مسنة؟ المسنة هو ما يدل على ثنين أو ثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده يا سنة أولى يعني ما حدش يجي يقول لي عثمان ده أخر يمس ألف ونون يبقى هو كده؟ ده مسنة لا خطأ المسنة بيكون زيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد يعني مثلا لو عندي ولد أقول ولدان أخيرها هي ألف ونون المفرد بتاعها كان إيه؟ كان ولد طيب ممكن تكون كمان بزيادة ياء ونون زي إيه؟ زي ولدين تعالوا نشوف مع بعض أتطرق للجمع بقى ونشوف يعني إيه جمع؟ تعريف الجمع إيه هو؟ تعريف الجمع يا سنة أولى هو ما دل على أكثر من إثنين أو إثنتين يعني دايما بيكون زيادة عن إثنين أو إثنتين زي مثال أقلام آه المفرد كنا واخدينه قلم آه كان المسنة بتاعه قلمان اللي بيدول على إثنين آه لكن دلوقتي الجمع بتاعه لازم يكون أكثر من إثنين يا سنة أولى يبقى عندنا أقلام طيب مدرسة فاكرينها في المفرد كانت بتدل على شيء واحد طيب لما قلنا عايزين المسنة بتاعها كنا بنجيب منها حاجتين اللي هو إيه؟ مدرستان أو مدرستين آه طيب إنما أنا دلوقتي عايزة الجمع منها يا ميس ومدام الجمع منها يبقى لازم يكون أقصر من إثنين أو إثنتين طيب يبقى أنا هنا جمع مدرسة تبقى مدارس تعالوا نشوف مع بعض ملحوظة معنا ناخدها إذا كان المفرد نكرة فسيكون الجمع نكرة آه يعني إيه يا ميس نكرة؟ النكرة دي سنة أولى يعني مفيش في أولها ألف ولام مثال زي كلمة كتاب كتاب مفيش في أولها ألف ولام يبقى لازم الجمع لما ييجي جمع بتاعها يكون مفهوش ألف ولام مفيش في أوله ألف ولام زي كلمة كتب يبقى جمع كتاب كتب جمع كتاب كتب مثال تاني زي معلمته مفيش في أولها ألف ولام يبقى برضو الجمع بتاعها هيجي مفيوش ألف وإيه؟ ولام زي كلمة جمعها معلمته جمعها معلمات طيب أما إذا كان بقى سنة أولى المفرد ده معرفة أي معرف بأل سيكون الجمع أيضا معرفة مثال المهندسو المهندسو دي أولها ألف ولام وهو يا سنة أولى معنا آه أهو شايفين الألف ولام؟ أولها هو ألف ولام آه يبقى الجمع بتاعها لازم يجي في أوله برضو إيه؟ ألف ولام يبقى جمعها المهندسون آه طب ما عندنا كلمة البابو البابو يا سنة أولى أولها ألف وإيه؟ ولام ممتازين يبقى الجمع بتاعها برضو أيضا هيكون إيه يا أولاد؟ هيكون أوله ألف وإيه؟ ولام ممتازين تبقى جمع البابو الأبوابو برافو تعالوا بينا ناخد تدريب صغير نحلو مع بعض اختر الجم لكل كلمة عايزاكوا تقرأوا معايا سنة أولى ها أول كلمة نقرأها مع بعض كلمة إيه؟ ولد ها جمعها إيه يا سنة أولى؟ أولاده ولا والده؟ ها إجابة صحيحة أولاده ممتازين يا سنة أولى طيب تري كلمة معنا بنته ها عايزين نشوف جمعها إيه؟ أبنات ولا بناته ها؟ برافو ممتازين إجابة صحيحة بنات عالمه؟ آه عايزين نشوف الجمع بتاعها إيه؟ عليم ولا أعلام؟ ممتازين أعلام نشوف تدريب كمان يلا نقرأ سوا اقرأ الكلمات الآتية ثم صنف دلوقتي أنا عندي كلمات مفردة وعندي كلمات جم أنا عايز أصنف من الكلمات اللي عندي هاختار إيه هي الكلمات المفردة وحطها تحت الكلمات المفردة وشوف إيه هي الكلمات الجمع وحطها تحت كلمات الجم أول كلمة نختارها من فوق كلمة إيه؟ ممتازين كتاب طيب يلا تاني كلمة ها معايا المهرج ممتازين ها أسد برافو عليكم يا سنة أولى إيه تاني؟ كلب برافو برافو يا سنة أولى طب يلا بينا نشوف كلمات الجامع اللي هنخترعه من فوقها تكون ايه؟ اول كلمة معنا اصحابي اجابة صحيحة ها ظهور ممتازين ها اقلام برافو عليكو يا سنة اولى شطرين ها اشجار ممتازين يا سنة اولى وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع المفرد والجامع